لم يكتفي وزير الصحة وائل أبو فعور بإرسال فريق الوزارة للكشف على مرفأ طرابلوس وتصوير فضاعة عملية التخزين والسكر تحديداً الغير صالح للاستهلاك تحرك أبو فعور شخصياً في جولة أحيطت بالسرية في بادئ الأمر قبل أن يبلغ الإعلام في وزارة الصحة أن الوجهة مرفأ طرابلوس برفقة مدير المرفأ أحمد تامر ومفتشين من الوزارة أجرى أبو فعور كشفاً دقيقاً على العنابر والمستودعات خصوصاً التي تحتوي على مادة السكر الخام منها والذي دخلت إليه المياه والسكر المكرر المخصص للاستهلاك المحلي كلهم عبيان جمركي من ثلاثة أربعة للاستهلاك المحلي عبيطلعوا على بيانات لاحقة على نفس البيان الجمركي الأساسي لتاجر من بيت البطار للاستهلاك المحلي هنا في العنبر السابع عشر الذي أغفلته النيابة العامة بالشمع الأحمر ألف وثلاثة وثمانون طن من السكر الغير صالح للاستهلاك دقق أبو فعور في التواريخ وحمل عينات من بقايا الجراذين لإرسالها إلى الوزير المعني كما قال قاصداً بذلك وزير الاقتصاد ألا حكيم الذي أبدأ أبو فعور تعطفه معه حتى حدود الشفقة قائلاً في دردشة مع الإعلاميين إن حكيم في موقع الضياع بين الأقدام والأحجام بحيث بات في موضع يكاد المريب يقول خذوني وأضاف بكل الأحوال أستنجد بالإمام علي بن أبي طالب الذي قال في خطبة الجهاد والله أنتم من السيف أفر يا والبقية لفتنة القارئ أقر أبو فعور بحصول تحسينات في فترة قياسية ولكنها غير كافية لافتاً إلى أن الخطة الأبعد هي إقامة مركز دائماً لوزارة الصحة في مرفأ طرابلوس العنبر اللي فتنا عليه ما بيسوى يعني السبتاعش اتفقنا أنه معي لي تخزن في أي مواد غذائية في أوصاخ في زبالي في جراثين في ربتم معي شوية للشهادة شوية باعر جراثين بقايا جراثين سوروا يتبعثون للوزراء المعنيين لأنه لازم يطلعوا عليهم الوزير المعني بالسكر اللي لازال موجود فيه سكر مع ليس الطريق الصلاحية هي حكماً ما بفوت على السوق هذا حكماً لازم ما يفوت على السوق لأنه ما فيه ضمان عليه ثانياً فيه سكر خالصة مثل ما قلت صلاحيته بشهر أيلول وبشهر آب وبشهر نيسان وبشهر بكل هذه الأشهر وعادةً السكر مش عادةً القانون بيقول قبل بشهرين من انتهاء الصلاحية منه يفوت على السوق لمن بيكون فيه مواد مش صالحة بيعملو لها محذر مواد عوارية ليش طلع الألفين طون بشهر اتناعش مش عوارية ما نعمل له محذر عوارية وأكد أبو فعور أنه تمت إحالة كل التقارير إلى القضاء الذي بدأ يحقق بها وسنتابع بهذا الأمر حتى النهاية ذاكراً أنه يتم تسريب شاحنات سكر كل ثلاثة أيام إلى أماكن مجهولة الأرجح أنها لأسواق الاستهلاك